أعزائي المشاهدي. السلام عليكم ورحمة الله ومسهلا ومرحبكم معنا في فيديو جديد على قناتكم نيوترون فيزيال ميكسر كيعطي امكانية انك تميكسي الاغانية ديالك وكذلك الاحال اللي تقوم بتوزيع ديالها وانت كتشوف التمركز كل الصوش من اصوات ديالك نيوترون فيزيال ميكسر هو هدية من شركة ايزوتوب الى جانب مجموعة من المجانية الاخرى طريقة تحميل مجموعة مجانية المجانية من شركة ايزوتوب سنجعله لكم في الفيديو الذي يظهر لكم في الفوق وكذلك لتحت صندوق الوصف دخلوا له وقوموا بتحميل Neutron Visual Mixer وكذلك Filter Relay الذي سنطبقوهم في هذا الشرح هذا لا تنسى إذا كنت أول مرة تشاهدنا على اليوتيوب أنك تضغط إزال الإعجاب وتشارك في القناة وتفعل الجرس وإذا كنت تشارك معنا فننسى أنك تضغط إزال الإعجاب وتركنا واحد كومنتر من بعد الإنترو ونبدأوا الشرح دينا إذا الإخوة مرحبا بكم معنا مرة أخرى على قناة لكوميكس بروت كيف ما كتشوفوا فأنا دابد آخر برنامج كاكويار وجدت لكم واحد البيت خفيف اللي غدينطبقوا عليه الشرح دينا نسمعكم مقطع من البيت أول حاجة بغيت نقول لكم وهو أن برنامج كاكويارك برنامج مجاني احترافي وفيه جميع الإمكانيات اللي غدت تلقاها في أي برنامج يعني كتخلصوا بالفلوس يعني سواء بالشيرك أو لا كتشريه يمكن لك فيه يعني تقوم توزيع الموسيقي يمكن لك فيه أنك تقوم بالهندسة الصوتية وكذلك تسجل عليه وتقوم ميكس وماستورين يعني احترافيين أنا هنا قديت لكم البيت كل تراك وفيه صوت من الأصوات عطيته الإسم دياله اعطيته كذلك اللون دياله وباشي في الميكسر من لين نجبد الميكسر ديال برنامج كاكويارك فغادي تلقى الباز الصوت ديال ميلودي الأولى ميلودي التانية ميلودي التالتا ميلودي الرابعة يعني عطيت هذه الأسماء أنا في أغلب أحيان ما كنخدم بلا ما كنقعد الأسماء كنقعد غير الألوان ولكن قديت هذه الأسماء بشي تشو مطرقة كزمعيا في الشرح ديال اليوم كيف ما قلت لكم هذا هو برنامج كاكويارك بالنسبة الناس اللي ما زال ما حملوش برنامج كاكويارك فقد نخلي لكم الرابط ديال الفيديو اللي شرحناه فيه طريقة تحميل وكذلك طريقة استخدام برنامج كاكويارك شرحنا الإعلاج دياله فقد نخليها لكم في الإي اللي قد ظهر لكم الفوق وكذلك لتحت صندوق الوصف دخلوا تفرجوا في ذلك الفيديو حتى غادي يفيدكم بزيال باش يمكن لكم يعني تعرفوا على هذا برنامج برنامج مجاني أحسن ما تشري برنامج بالفلوس وحتيراه فيه يعني ما كيش فرق بينه بالبرامج الأخرى غير باش تكونوا فاهمين أوكي أول حاجة غادي نديروه باش نخدموه من نيوترون فيزيال ميكسر غادي نجيبو فيلتر الريلعي في الحلقة اللي قلت لكم دخلوا تفرجوا فيها ديال طريقة تحميل فالاتر آيزوتوب شركة آيزوتوب كيف ما قلت لكم عاطية فالاتر مجانيين منهم نيوترون فيزيال ميكسر والريلي طريقة تحميل فغادي نتلقاهوا في الفيديو لتحت صندوق الوسط دخلوا حملوا الفلاتر ديال آيزوتوب أوكي غادي نجيبو في لتر ديالنا الريلعي غادي ندفوه جميع المصارات في الميكسر مثلا هاد المصارات ديال الباز غادي ندفولي فيتر الريلعي غادي نجيبو نجيبو فيلتر الريلعي اللي هو هذا نضغطو عليه ههو فيلتر الريلعي مباشرة مني غايطلع ليكم فقد نتلاحظو هنا بأنها تكتبت لك باز ريلي يعني هالكلمة هالكلمة هالباز طلعت لك هنا ريلي إلا ما طلعت شكريك تكتخدم مثلا بحال مثلا أنا مني خدمت بدفلتر نيوترون فيزيل ميكسر ريلي في برنامج إفعال السوديو طلعت لي غير ريلي هنا طريقة باش جي باش فقع عاقل بأن هذا الريلي هذا حتى غادي نحتاج هالنقطة من بعد مني غا تفتح مني غا تبغي تخدم بنيوترون فيزيل ميكسر غا تحتاج أنك تعرف اسمية ديال المصار اللي انت خدام عليه اوكي غادي تجي غا تضغط على هاد العلامة القالم وغادي تكتب يعني اسمية مثلا ديال هاد المصار باس غا تكتب باس اوكي هنا طالع اللينا في هذا البرنامج كي طلعوا لينا يعني كي يقدر أنه يبيل لينا المصار اللي فيه اوكي غادي نجي وعود تالي المصار ديال المينو ديال الأولى وغادي نضيفو ليها فيرتر الريلي حتى هو وهكذا غادي نضيفو جميع المصارات ديال التراكات اللي عندنا الميلودي الثانية الميلودي رقم ثلاثة هاد الميلودي رقم ثلاثة هي اللي غادي نضيرها في الروف لها الى جانب هاد الميلودي رقم يعني اربعة هي اللي بقيش عاقل او لخمسة بقيش عاقل بالضبط المهم حتى نضيفو في عملية الميكس وغادي نعرفو الميلودي الخامسة يعني هاد التراك فيه خمسة ديال الميلودي زائد الباز يعني السات الميلودي تقريسة الأصوات زائد أصوات الدرامز الدرامز عدنا كتكونو من كيك نضيفو لي حتى هو الريلي سنير حتى هو نضيفو لي الريلي ديالو يعني ها هو سنير الريلي قلينا يعني ال اوبن هات نضيفو ليها حتى هي الريلي عدنا هنا يعني الكلوز هات او ما يعرف بالهاي هات وهنا عدنا لوي السونويتش آخر صوت في الدرامز عدنا نضيفو لي حتى هو الريلي وهكذا فإن الأصوات ديالنا كاملة ضفنا اللي هم الريلي إلا قدرنا بلاي نهبطو شوية هنا بشوفو الميكسر ديالنا ومستوى الصوت فغادي نتلاحظو بأن الأصوات ديالنا كاملة مازال مرتفعة باش نضيفو ونهبطو ليفيلة ديال الصوت متحكمو في ليفيل ديال الصوت وفي البان ديال الصوت وفي تموضوع ديال أي صوت من الأصوات اللي عندنا غادي نجيو الماستر وغادي نضيفو ليه فيلتر نيوترون فيزيال ميكسر اللي هو هذا من اللي غادي نفتحو نيوترون فيزيال ميكسر فكيف ما كتلاحظو معايا هنا ويسونويت ريلي باز ريلي كلاوز هات ريلي يعني قاع هادو كل المصارات اللي ضفنا لهم الريلي طلعوا لينا هنا في نيوترون فيزيال ميكسر وهذه الشاشة اللي كنشوفو فيها الأصوات ديالنا هاد النقطة هي الصوت اللي عندنا في الميكسر فهذا المصار هادا مثلا إلا ضغطنا على صوت من الأصوات فغادي نتلاحظو بأن هاد العلامة شعليه هذا الصوت لويسونويت إلا هبطناه غادي يبالك هنا صوت آخر هنا صوت آخر غادي نجيو غادي نهبطو هاد الأصوات ديالنا كاملين يعني من اللي غادي نضغط هنا غادي نجيو 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 غادي نج سوف نحبط هذه الأصوات كاملين لماذا؟ ما الذي سنقوم بـ play؟ ستلاحظوا بأننا نسمعوا بصوت من الأصوات سنسمعوا بصوت من الأصوات سنقوم بصوت من الأصوات سنقوم بـ play لكي تفهموا كيف لا تلاحظوا بأن الأصوات كاملة من خارج وهنا سنبدأ ونظروا بالصوت ونضع كل صوت في المنطقة ونحن نقوم بصوت من الأصوات ونحن نقوم بصوت من الأصوات ونحن نتحكمه كذلك ونحن نقوم بصوت من الأصوات تبعوا معي الشرح نبدأ بأول صوت وهو صوت الكيك يعني نبدأ بالـ drum هما الأولين نجيبوا الكيك دينا هو هذا من اللي ضغطنا عليه بحلقة فهذا أولا تلاحظوا مكتوبة هنا كيك ريلي نجيبوا نطلعوا شوية ونخليوا صوت الكيك دائما كيبقى في الوسط يعني ونجروه هنا فاردنا ستيريو فهذا يرجع ونطلعوا شوية نحتل ناقص مثلا سبعة أو ثمانية ديبي هنا تبعوا هذا المؤشر هذا كيبين لك نجيبوا هنا في اللاكس نضغطوا على بلاي بلاي نقصد السبعة تقريبا نقصد السبعة نحن نطلعوا نطلف ونحن نطلعوا ونصدقوا بلوية صوت ونصدقوا هاتف لأيان رضيع لدينا صوت ونقصدوا ونطلعوا شوية يعني حاولوا ما أمكن ما تطلعوش أصوات ديالكم حتى الزيرو ديبي باش نخليو هديك المسافة اللي كت حذرت ليكم عليها من قبل باش نضيفو الفائلاتير ديالنا نجيو الصوت الآخر وهو صوت الكلاوز هات نجيبوهم شوية نجروهم تهوما مونو يعني كت شايفيو بعض القادر نجيبو الصوت ديال أوبين هات يعني نضورو على الدرامز كاملين أوبين هات غد نخل نردهم استيريو وغادي نطلعوهم شوية ونسمع أوكي ونجيب الصوت ديال سنير آخر صوت عدنا في الدرامز سنير نديرهم شوية استيريو ونسمع نجربوهم استيريو شايفيو ما يعجبونا شو ردوهم مونو يعني هنا كتوليش هتعمد على السمع والباصار ديالك يعني تخيل أنك ميكسي الصوت بشوف ماشي بالسمع بوحده يعني السمع والشوف ونجيبو دابا الميلودي اللولو اللي هي الليد ميلودي يعني هي الميلودي الأساسية ديالتراك ديالنا نديروها استيريو ونجيبوها هنا ونسمعوه أوكي نشيبو الميلودي التانية نديروها حتى هي استيريو وهد المرة غدي نحطوها شوية يعني ليفتش نجربوها نشوفها كيفيش غتجي مونو يعني إلا جبناها كاملة ليفتش فقد نسمعوها كاملة على الليسر إلا كتم دارين السمعات إلا كتم دارين السمعات فقد نسمعوها كاملة على الليسر أوكي نخليوها غير هنايا ونجيبو الميلودي التالتا وهدي الميلودي اللي غدا تكون في الروفرة نجيبو دابا الميلودي التالتا عفوا الرابعة ونطلعوها يعني نحطوها شوية رايت يعني أنا حطيتهم في البلايسر اللي باقي انت تقدر تحط أصوات ديالك في أي منطقة بغيتي يعني انت عندك حرية الاختيار غير حاول ما أمكن تبدع شوية ولكن انت شيء يكون عودتاني لوجيك يعني يكون عادي ما تكترش في تلاعب بالأصوات ديالك نجيبو الميلودي الخامسة نديرو بلاي ونطلعوه نشوفو في غير حطوها ونجيبو الميلودي الأخيرة واللي هي صوت الباز ونطلعو الباز ديالنا نشوفو في غنديرو الباز ديالنا رجعوه مونو ونطلعوه وهكذا غادي نكونو يعني كمنا المرحلة الأولى من الميكس اللي هي قد دينا فيها ليفيل ديال الصوت تموضوع ديال أصوات ديالنا وكذلك البطان ديال أصوات ديالنا اللي حايدنا خرجنا دابا من هنا من اللي غادي نجي يشوفو هنا غادي نلقاو بأن ليفيل ديال الصوت ديالنا بطلنا في الميكسر وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى يكون عجبكم نتمنى تكون متسافة ومش شرح إلا كنتي أول مرة كتشاهدنا على اليوتيوب فمنتنساش أنك ضغط عزل الإعجاب تشارك في القناة تفعل الجرس وإلا كتيب الشارك معنا فمنتنساش أنك ضغط عزل الإعجاب وشخل نوحة كوموتين شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله موسيقى